ستة مخاطرة رئيسية يواجهها اليمن على المستوى الوطني أهمها الصراع الدائر والإنهيار الاقتصادي الذي خلفته الحرب الدائرة في البلاد منذ تسع سنوات بالإضافة إلى المؤسسات والمجتمع والموارد الطبعية والمناخ هذا ما أكدت عليه أحدث دراسة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا التابعة للأمم المتحدة والتي حذرت من ارتفاع معدلات احتمالية وقوع أعمال عنف في اليمن بشكل كبير إن لم تتخذ إجراءات مناسبة للتخفيف من تلك المخاطر عدة سنوات من الحرب والصراع هوت باليمن وأغرقته في حالة طوارئ غذائية مستمرة حتى أنها باتت على شفى المجاعة لكن حياة اليمنيين لم تتأثر بحالة الحرب المفتوحة فحسب بل أيضا بالحرب الاقتصادية فبعد عقد من الاضطرابات نتيجة الحرب اشتدت وطأة التحديات التي أثقلت كاهل اليمن كما برزت تحديات جديدة ففي عام 2016 نقلت الحكومة المعترف بها دوليا مقر البنك المركزي إلى عدن وهو ما يمثل في الواقع قيام مؤسسة جديدة ومع أن البنك المركزي اليمنى احتفظ بإمكانية النفاذ إلى الأسواق واستخدام الأدوات النقدية فإنه كان يفتقر إلى سيولة كافية من النقد الأجنبي ومع انقسام البنك المركزي انقسمت معه المؤسسات العامة وتباينت السياسات النقدية والمالية فبات للريال اليمنية سعران للصرف واتجهت قيمة العملة نحو انخفاض مضطرد وانتشر الفقر وبرز عدام الأمن الغذائي في البلاد على نطاق غير مسبوك ولم تغفل الدراسة الإشارة إلى أن اليمن شهد أيضا على مدار السنوات الماضية تدهورا مقلقا في مجال المخاطر الصحية فلا تتجاوز نسبة المرافق الصحية القادرة على أداء وظيفتها في عموم البلاد ورغم كل هذه المخاطر التي أشارت إليها الدراسة الأممية إلا أن اليمن لا يزال يقاوم السقوط في الهاوية عبر التمسك بنافذة السلام التي فتحت عبر الهدنة الإنسانية المستمرة من طرف واحد رغم الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والاستفزازات المتواصلة التي تطلقها بالخطابات أو الاستهداف المسلح فضلا عن الانتهاكات الصارخة في مختلف المناطق الواقعة تحت سطوتها